تلتف حبال المشرقة الحوثية حول المخلوع صالح شيء فشيء بينما يقف عاجزا أمامها محاطا بمسلحيها المنتشرين في محيط منزله بشارع صحر ولم تغفر له خطاباته التي دعا فيها إلى رفض الجبهات بعشرات الآلاف من المقاتلين تتحدث الأنباء عن انتشار مكثف للحوثيين بعد الشباكات مساء أمس والتي أسفرت عن مقتل خالد الرضي الذي وصف بقناة المخلوع مع المنظمات الدولية ونائب رئيس الدائرة السياسية لحزب المؤتمر وشقيق مدير مكتب أحمد علي عبدالله صالح عملية القتل كانت في جولة المصباح بمنطقة حده وكانت النقطة الحوثية قد حاولت إجبار نجل المخلوع صالح على تسليم سلاح مرافقي وكان خالد الرضي أحدهم وحدث للشباك بينهما وقتل عدد من مرافقي نجل صالح وأفراد النقطة الحوثية عقب ذلك انتشرت ميليشيا الحوثي بكثافة وفق خطة حوثية محكمة تتضمن محاصرة قيادات المؤتمر والحرس وأعضاء كتلة صالح في مجلس النواب والقيادات الأمنية والاستخباراتية المقربة فيما المخلوع يتخبط ويكبح أعضاء المؤتمر ويعيق انخراطهم في مقاومة الحوثيين بينما تناقش قيادة الجماعة خيار اعتقاله أو اعدامه وتعتقد بأنها بذلك سترث حزب المؤتمر وما تبقى من مخازن أسلحة لا تزال بيد صالح